عايز حضراتكم النهاردة في مواطن مصري كان في لندن بقاله ست شهور المواطن المصري لما هتشوفوا صوره وفيديوهاته كلنا بنحييه وبنحيي أسرته والده وخواته ومراته وعيلته المواطن المصري فقد رجليه لتنين المواطن المصري فقد رجليه عشان بلدنا تعيش وعشان بلدنا توقف على رجليها المواطن المصري اللي أنا بتكلم عليه هو البطل النقيب محمود الكومي محمود الكومي واحد من أبطال الشرطة زي وزي عشرين تلاتين ألف واحد مصاب زي وزي كل الناس اللي ضحوا عشان بلدنا البطل النقيب محمود الكومي كنت كلمته وهو في لندن كلمته قبل ما يروح لندن كان في المركز الطب العالمي تابع لقواتنا الباسية لقواتنا المسلحة بعد الحدثة مباشرة ويومها والده كان بيناشد الرئيس المحترم أنه يعالج ابنه لأنه محمود البطل أصيب في عملية إرهابية من جماعة الإخوان الإرهابية في سينة محمود طلب أن يروح المكان ده عشان يدافع ده محمود لما كان في لندن بيتعالج وزعناه لوقتها فيديو شهير جدا لأنه سيادة الرئيس مشكورا كلف الداخلية أنها تنقله فورا للعلاج في أي مكان في العالم لأنه رجلال اتنين يا حرام اتبطروا رجلال اتنين مش رجل ولا أصباع ولا ضفر لا رجلال اتنين والمصريين المحترمين الشرفاء اللي أنا بحييهم اللي كانوا بيروحولوا أكيدنه واحد منهم وهو فعلا هو واحد منهم وهو فعلا محمود ابننا ومحمود أخونا اللي أنا بحييه محمود رجع النهاردة رجع لبلده سالم غانم واقف على رجلال اتنين بس واقف ازاي على رجلال اتنين واقف بتركب له أطراف صناعية حمد الله على السلام يا محمود حمد الله على السلام رجعت لأهلك حمد الله على السلام دي لحظات والده بيستقبله في المطار ومع امراته ومعه كمان مندوب من الداخلين الوطار عاطية ومعه زميله ومعه كمان مندوب من الداخل ومعه كمان مندوب من الداخل